وافتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قمة القاهرة للسلام وخلال كلمته شدد الرئيس المصري على أن بلاده لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر الرئيس السيسي أكد في كلمته أيضا أن مصر لم تغلق معبر رفح في أي لحظة مشددا على أن القصف الإسرائيلي هو ما أدى إلى إغلاقه إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مدنية أناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر سأكرر وأكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا ترجمة نانسي قنقر